اشتركوا في القناة منزل بالجوزاء في فترة خلوه ومسار بعد منتصف الليل بتوقيت الاردن بده ينتقل ويصير في برج السرطان هو الان في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يمكث في هاي المنزلة مساء اليوم اللي هو الاثنين لغاية الساعة 11 ودقيقة بتوقيت جرانيتش يعني بتوقيت الاردن بعد منتصف الليل منزيد ثلاث ساعات لانه احنا لسه توقيت صيفي منزيد ثلاث ساعات فبطلع معنا توقيت الاردن كل دولة بتزيد الهي الوقت ما رح نظرنا نعيد انه توقيتين لانه خربط ناس كثير ذكر توقيتين مع بعض من الساعة 11 ودقيقة القمر من مساء الليل الاثنين رح ينتقل لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة وللمشاكل يعني بمعنى اخر منزلة سلبية القمر بما انه لسه موجود في الجوزاء معناته لسه صفات الجوزاء موجودة انه نشطين باتصالاتنا بحركتنا بعنصر الحركة عندنا جيد جدا ولكن لسه ما زالت التقلبات بالمزاج والافكار موجودة علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها هاي فترة جيدة للانضمام لدور الدراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا ساعات متأخرة مضلش تقريبا ست ساعات وبنتقل القمر للسرطان فهي بس عملية ذكر لهذا الموضوع انه احنا في وقت الجوزاء بما انه احنا ما زلنا في فترة خلوة المسار اللي ممتد اله من الساعة 22 دقائق من بعد الظهر اليوم اللي هو الاثنين ورح يستمر لغاية الساعة 9 او 8 و 59 دقيقة مساء بتوقيت جرينش يعني الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الاردن القمر رح ينتقل ويصير في برج السرطان فهذا يعني انه احنا لسه في فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار من الساعة 9 مساء بتوقيت جرينش يعني 12 بتوقيت الاردن القمر رح ينتقل ويصير في برج السرطان فعشان هيك بالفترة هاي بنشعر انه قوة العاطفة عندنا زادت من حاول خلق جو من الامان النا والاحباءنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات من من يذرف الدموع وهو بيقلب صور تذكريات او بيذكر مواقف قديمة او اشخاص يعني تركوهم او انقطعت العلاقة معهم يجب ان ننتبه اكثر في الفترة هاي لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي نفسيتنا او شهيتنا بتكون مفتوحة اكثر بصير في عنا رغبة لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير لانه بالفترة هاي بتكون حساسيتهم عالية فممكن شوي انه يعني تصير في نوع من انواع المشادات بسبب هذا الموضوع بالفترة اللي بتواجد فيها القمر بالسرطان ممكن انه نركز على امور الها علاقة بالعقرات او البيت او تنقيل لبيت جديد او استئجار بيت جديد مثلا او زراعة نبتة او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا قضاء وقت ممتع في البيت برضو الفترة هاي ممتازة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا زاويتين فلكيات ايجابيات رغم انه القمر موجود في منزلة يعني شوي هي صعبة يعني منزلة القمر حكينا صعبة سلبية فبندنا نشوف احنا ايش التاثيرات بالنسبة لزوايا الفلكية اول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهي يعني انه القمر صار محدب ورح تكون في تمام الساعة ثنتين و اربع وخمسين دقيقة بعد الظهر يعني تأثيراتها من ساعات الفجر بتبلش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الاصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا استمرار الزاوية هاي طيلة النهار بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة احداش وستة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج السرطان فاخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس ثمانية وعشرين عشرة بيبدأ في تمام الساعة ستة ودقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعديها لفرج الاسد اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر زي ما حكينا هو المحدة بعشرين يوم في تمام الساعة ستة واربع وخمسين دقيقة بعد العصر بيصبح واحد وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمس وسبعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش هي منتحسة بنسبة خمس وعشرين في المية الان ولكن مع ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة خمسين في المية القمر في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطان عند منتصف الليل طبعا رح ينكث في السرطان لغاية ثمانية وعشرين عشرة هو الان سعيد بنسبة خمسة وخمسة عش في المية ولكن في ساعات الظهر تقريبا بتنزل السعودة لخمسة في المية اما بالنسبة لعطارد في الميزان حتى يوم خمس احداش هو الان سعيد بنسبة خمس وثمانين في المية من ساعة الظهر بصير سعيد بنسبة ستين في المية الظهرة في القوس حتى يوم خمسة احدى عش سعيد بنسبة صفر المريخ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية اليوم وفي ساعات المساء المتأخرة بتنزل نسبة السعودة بشكل مفاجئ ليصير منتحس بسبب تجهيزه لعملية الانتقال في حلقة رح تنزل لها علاقة بشرح اخبار فلكية عن المريخ بالتفصيل الممل يا بتنزل اليوم يا اما نزلت يا اما رح تنزل بعد الحلقة بالنسبة للمشتري في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين اطناعش سعيد بنسبة خمسة عش في المية زحل في الدلو حتى يوم أربع ستة منتحس بنسبة عشرة في المية اورانوس في الثاور بيتراجح حتى يوم ثمنتعش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم واحد اطناعش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين اربعة سعيد بنسبة خمسة عش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهم كل يوم في أمور إلها صلها بالبيت طبعا تأثيرات ما قبل منتصف الليل معروفة اللي هي نفس تأثيرات يوم الأمس إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والتواصل والنشاط الفكري والأمور هاي ولكن من ساعات منتصف الليل خلص القمر بصير في البيت الرابع فبتتركز الأمور على البيت والعائلة أهم شيء ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة خلال هذا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتكوا تحاذروا من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك فعشان هيك بدك تمسك أعصابك ما تتخذ قرارات خلال هذا اليوم نظم جدول أعمالك ونشاطاتك الأعباء بتكون كثيرة اليوم أو عليك متطلبات كثيرة وممكن ما تجد أي وقت للراحة من كثرة الالتزامات برجة ثور طبعاً الآن إحنا طلعنا من تأثيرات الأمور المالية من البيت الثاني ومبلشنا بيوم الثلاثاء فعشان هيك اليوم إيجابي بالنسبة لكم كثير اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أهم إشي أنكم تكونوا أكثر صبراً على الطرقات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان حاولوا أنه اليوم تدافعوا عن مبادئكم لكن بليونة ودبلوماسية بدون فرض الرأي أو الجدالات لأنه زي ما حكينا هو مقابلكم تماماً فبما أنه مقابلكم تماماً يعني القمر فعشان هيك هذا بضعف منطقتكم أي الشمس مقابلكم تماماً عفواً فهي بتضعفكم وبتخلي اللوم عليكم أكثر انتبهوا لكلامكم احفظوا خط العودة ممكن اليوم يتمم لقاء أو اجتماع عمل مفيد ممكن تتخذ من خلاله بعض القرارات المهمة ولكن بدك تدقق في قراراتك برج الجوزة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي اليوم منك أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية أهم إشي انك تخففوا من النفقات قدر المستطاع نظموا أموركم المالية وحاولوا ما تسمحوا للأقصاط إنها تتراكم عليكم ادفع المستحقات أول بأول وخلي فيه من أولوياتك الأمور المالية والدفعات عشان ما تتراكم عليك الأمور أهم إشي إنه ما تخلي أي شخص أو ما تدعى أي شخص إنه يغشك بالفترة هاي أو يدفعك لتوظيف الأموال بطريقة غير مشروعة أو بمغامرة ومجازفة مالية ممكن تنعكس عليك سلباً وتيجيك من وراها خسارات أنت بغناء عنها برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وعندك قدرة عالية على إنجاز الكثير من مشاغلكم اليوم مهما كانت المشاغل اليوم عندك قدرة لإتمامها وخصوصاً مع وصول القمر لعندكم فهذا الإشي بعزز من طاقتكم ما تترددوا في فرض وجهات نظركم ولكن بدون عصبية بدون تحكم تزداد عزيمتكم ترتفع المعنويات ترتفع الحضوض بشكل ملموس اليوم رح يكون فيه نوع من أنواع النجاح فعشان هيك بدك تتحرك في كل الاتجاهات الفترة إيجابية ممكن تلمس من خلالها انفراج وتقدم الأجواء داعم العلد فما تضيع الفرصة القمر بالمنزل صحيح أنه غلط يعني ضائع سلبي بالنسبة لإلك ولكن بالزوايا إيجابي وداعم بشكل ممتاز برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن صار موجود في بيت المتاعد فعشان هيك رح تجدوا أنه فيه نوع من أنواع الضغط رح يبلش عليكم شوي شوي بتشعروا بالتعب حاولوا فقط إنك تنجزوا اللي بتقدروا عليه من أعمالكم ما تأخذ أعمال جديدة يعني الأعمال الضرورية العاجلة هي فقط اللي تممها حاول تأخذ قصة من الراحة من وقت لآخر انتبه لصحتك بشكل جيد وركز على أمور الصحة تحديدا بتكون الفترة هاي فارغة من الحضوض ولكن برضو ممكن تخفيلك نوع من أنواع العدوات أو المؤامرات اللي تحاكي عليك من وراء الكواليس أشخاص بيحاولوا يتأمروا عليك عليك إنك تتجنب المشاكل بدك تراعي أعمالك وتحاول إنك تسيرها أخذ بعين الاعتبار التأخير في المواعيد والنشاطات لأنه ممكن يتأجل أي موعد أو يلتغى أو أي شخص يوعدك بشيء ما يقدر يوفي فيه برج العذرة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء تتجنبوا انتقاد أحدهم وممكن تحتاج اليوم لحجد التأييد اليوم باستطاعتك كسب تعاطف الآخرين التمييز في العلاقات نجاح وانتشار يعني بمعنى آخر فترة إيجابية دعم لك حاول إنك تستغلها بعلاقاتك بمعارفك بتوطيب الصداقات باللقاءات ممكن أحد الأصدقاء يفاجأك بشيء معين اليوم أو يحقق لك رغبة معينة أو تتفاجأ باتصال من أحد الأصدقاء بشكل مفرور وهذا الإشي رح يدخل السعادة عليك فعشان هيك تركز بكل الأمور الاجتماعية لأنها مناسبة وداعملة إليك برج الميزان بتتركز جهودكم اليوم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين اليوم بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشي إنه اليوم ما تشوهوا سمعتكم الظروف الشوي بتكون ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة هذا بيت السمعة فعشان هيك بيكون فيه نوع من أنواع الفوضى في التوقعات دائما بدك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش أو اللهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر طبعا القمر لما بيكون في بيت السمعة فعادة واحد من الاثنين يا إما بعطيك إيجابية وتكافأ عليها يا بعطيك سلبية أو بتعمل سلبية أنت وتحاسب عليها عشان هيك حاول اليوم تمسك أعصابك أي شيء فيه خطأ أو ممكن يوقع اللوم عليك أو تتحاسب عليه أو يشوه سمعتك تركه برج العقرب بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب عنكم كونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة خصوصا في الشوارع المفتوحة اليوم بتميل شوي للإسترخاء يعني شوي بتأخذ نفس لأن القمر يعني صار في منزلة قوية بتعوض الأيام الماضية اللي انضغطت فيها فهي فترة ممتازة للاستجمام ولكن بدك تحذر من الفوضى ممكن تصير فوضى في أي شيء بمجالات حياتك بعملك ببيتك بتزامن أكثر من عمل مع بعض أكثر من شيء بدك تنجزه في نفس اليوم انتبه من الفوضى هاي فترة مناسبة برضو للتشاور لعقد المفاوضات للمشاركة في مختلف النشاطات عشان هيك استغلها بكل ما أتيت من قوة برج القوس بتنهم كل يوم في أمور إلها علاقة بضبط شؤونكم المالية المشتركة القمر في البيت الثامن بيت الأموال المشتركة أو بيت المواريث رغم أنه في نفقات اليوم ولكن برضو بتفتح لك مجالات لفرص إلها علاقة بالمكاسب المكاسب هاي تيجي مصدرها شراكة تعويض حقوق لإلك بتستردها أموال لإلك عند ناس بتحصلها دين قديم ممكن تسترده ممكن ترغبوا اليوم في لفة الأنظار أو تبديد الأجواء السلبية حاول إنك تخرج مع الأصدقاء حاول تغير جو هاي فترة بنصحك إنك تفكر فيها في مستقبلك أو في بكرة باستقرار وضعك المالي أهم شي إنك ما تستعجل بتوقيع بدون مراجعة البنود على الورق أو عملية تجارية تتشجع لها هيك بشكل مفاجئ والفترة هاي مش مناسبة الشمس موجودة في بيت المتاعب وبرضو القمر بمكانه بيقول لك دير بالك والمريخ قاعد بنتقل بده يوصل لبيت متاعبك يعني فترة بتخليك تتسرع فدير بالك من التسرع ادرس كل شيء بتأني برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكي حولوك وتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة عشان هيك بدكوا تتجنبوا الانتقاد وتوجيه الملاحظات على انواعها القمر مقابلك تماما هذا الشيء اللي بيضعفك بالفترة هاي بنزل من طاقتك رغم انه ايجابي فعشان هيك بدك تحاذر من المواجهات الكلامية الاجواء فيها نوع من انواع السلبية زي ما حكينا فما تسمح لأي شيء انه يخليك تختلق مشاكل او تسمح للمشاكل بانها تتفاقم بالفترة هاي حاذر مخالفة التعليمات والقوانين تعتبر هاي الفترة من اسوأ ايام الشهر لانه الطاقة ضعيفة فيها فممكن شوي ما تكون لصالحة ضبط الاعصاب في هاي الفترة مطلوب وبشدة برج الدلو بيتراكم العمل عندكم اكثر من المعتاد لانه القمر دخل على البيت السادس بتكون تحاولوا انجاز اللي بتقدروا عليه من اعمالكم اهم اشي انكو ما تهملوا صحتكم حاولوا انكو ما تدخلوا في مواجهة مع زميل او زملائكو بالعمل او حتى مع رؤساكو بالعمل وما تقصروا بأعمالكم اليوم بتكثر عندكم التنقلات وورشات العمل ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم كما انه هاي الفترة بتكثر فيها المسئوليات والالتزامات على انواعها بدك تكون حريص على صحتك اهم شيء لانها فترة دقيقة وطاقتك بتكون فيها ضعيفة اذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك او اهتم بصحتك يعني ما تهمل الصحة بضغط على العمل والصحة هذا البيت السادس برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر الان صار في بيت الحض اللي هو البيت الخامس فعشان هيك اليوم يوم مميز بالنسبة للكم من ساعات منتصة في الليل بتلهي انه طاقتك اختلفت صارت طاقة عالي جدا واجابية فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم من ابنائكم من الاشخاص اللي بيعز عليكم اليوم بتسعوا لتعزيز العلاقات معهم بشكل قوي جدا اهم شيء انه ما تسمح لأي شخص بانه يغش الفترة هاي بتحمل انفراج يعني ما بده اقول لك قوي جدا ولكنه قوي في نوع من انواع التعاطف عشان هيك حاول انك ما تقف مكتوف اليدين حاول تستغل كل الفرص حاول انك تتحرك بكل الاتجاهات على المستوى العاطفي على المستوى الحضوض على مستوى الابناء على مستوى مواهبك على كل شيء الاجواء داعمة فما ضيعهاش من ايضا في النهاية منشكر الاشخاص المنتسبين للقناة والاشخاص اللي بيشاركوا في القناة والاشخاص اللي بيعلقوا في القناة والاشخاص اللي بيكبسوا لايك بالقناة شكرا لكم جميعا على كل شيء بتقدموا بالفترة هاي والفترة الماضية والفترة القادمة القناة قائمة على وجودكم بدونكم ما في قناة عشان هيك يعاني برضو تعتبر قناتكم يا بترفعوها وبتحفزوها يا بتخلوها مثل ما هي هذا اشي بايدكم انا اللي علي بقدمه هذا اللي بقدر عليه هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء